موسيقى هو أنا كنت في السجن السجن الأرميدان كنت بتوفب جنائية بتوفب رشوة وتزوير وبعدين كان فيه تزوير في ايه في الشاعر ولا؟ لا تزوير في الثمرات القماشة اللي بعملوها الموظفين دي وكان في السجن مأمور سجن رائد اسمه سمير إلايدة غطاس لا استنى ما بتحكي الان لسه كنت هكلمك عنه بس هو ده اللي كان وراه سمير إلادة غطاس إلادة غطاس إلادة غطاس وبعدين مع الأسفل الشديدة لقيت نعيو قريب ليو على المعاشة ورعجيه قال لي ايه خدي الجرنال لقيت إعلان عن مسابقة مجزة في النقطة ده ايه؟ فقال لي اتشارك في المسابقة ديه؟ فقالتو اكتب بيه اللي نهارة كسو تكتبين ازاي؟ بص حواليك وكتب فكتبت كذا قصيدة كده يعني موجعين جدا هو خلاك تكتب ده بناء على انه وانت داخل السجن هو عارف مبدئين ان انت خلاصا انا كنت ساعر السجن بقى هذه الاسناء كانوا بعملوا كل يوم اربع ندوة كان بعملها اللي هو ابراهيم عزت مدير منطقة مدير اربيدان ده كان رجل المثقف كان رجل اعمل نشاط ثقافي في السجن وكان معايا سامي سرحان سام اه اللي هو الممثل ايه كان عمله فرقة مصرحية ابراهيم عزت ده جوا وبعدين كنت انا وصابيني شاعر السجن كنت كل يوم اربع اكتب قسيطة جيدة اقولها يعني سامير ده كان حابب ان انت ما تقعدش ساكت او تقعدش فاضي تقعد تشتغل وحصل حاجة غريبة يا حط الموزيق الجميلة حصل حاجة غريبة جدا في الكتاب ده ان انا الافراج عني يوم 11 مايو سنة 62 وده كان وافق يوم جمعة وكان زمان بيطلع ملحق ثقافي مع الاهرام فكان نشرين الخبر انا خلاص عملولي الليلة بتاعت الافراج بالليلة العنبرة فرح العنبرة دي من طرس السجن اسمها عنبرة اللي هو الاحتفاء والاحتفال باي حد فارغ لانه بيبدأ يقول عنبرة كله يسمع